اشتركوا في القناة لكي تكون أول واحد تتوصل بجديد الأخبار العالمية والمغربية المرجو وضع زر إعجاب واشتراك وتفعيل الجرس بلاغ عاجل من وكيل أعمال السفين أمرابط عن انتقال اللاعب المغربي إلى مونشستر يونايتد نفى وكيل أعمال الدولية المغربي السفين أمرابط أخبار توصل مواكله لاتفاقه النهائي مع مونشستر يونايتد التي تدولت مواقع مغربية وإيطاليا في الفترة الأخيرة مؤكدا أن العديد من الأندية مهتمة بصاحب الستة والعشرين ربيعا وسيتريت قبل اتخاذ القرار الأخير بخصوصها وكشف محمد البستات وكيل أعمال أمرابط عن المفاوضات مع الأندية المهتمة بمتوسط ميدان في رونتين الإيطالية لا تسير بوترة سريعة في إشارة إلى أنه لم يتوصل بعد إلى أي اتفاق نهائيا بخصوص وجهته المقبلة مشددا على أن عدد الأندية المهتمة بأمرابط ليست قليلا إنها الآن مسألة اتخاذ القرار الصحيح وسوفيان ما يزال لاعبا في فيرونتين وقد التحق بالتداريب وفند البستات في تصريحات لصحيفة فوتبول بريميرا الهولندية كل الشائعات التي تحدثت عن وجود خلاف بين مواكله وإدارة الفيولا بسبب تعطر المفاوضات مع الأندية المهتمة بخدمتها وأوضح قائلا الجانبان يتعاملن بشفافية إذا ظهر عرض متير للاهتمام فإن سوفيان منفتح على الخطوة وكذلك فيرونتيناء مؤكدا هناك فريقا أو ثلاثة المرجحة حتى الآن وأتوقع أن يتم الانتقال هذا الصيف وعن احتمال انتقال أمرابط إلى الدور السعودين في المتحدث توصله بأي عرض رسمي أو فتح مفاوضات مع أي فريق بيد أنه أكد وجود اهتمام من بعض الأندية ببلاد الحرمين وتؤخر المطالب المالية لفيرونتيناء انتقال أمرابط في المركات الصيفي الجاري إذ يشترط 31 مليون يورو لإتمام الصفقة إضافة إلى حواف زمالية مرتبطة بالمرضودية والإنجازات المحققة مع فريقه الجديد عاجل فريق جديد يقرر التعقد مع المغربي حكيم زياش ذكرت تقارر إعلامي تركيا أن نادي غالتصاري يظهر اهتماما بالتعقد مع النجم الدولي المغربي حكيم زياش لعب تشيلس الإنجليزية وبحسب ذات التقارر يمكن أن يواجه غالتصاري منافسة من ناديين فرنسيين حيث يظهر كل من أولمبيك ليون ومناكو اهتماما بالتعقد مع اللاعب البارع ويركز نادي الشيلسي جهوده في البحث عن فريق المناسب لزياش خلال فترة الانتقالة الصيفية بعدما أصبح خارج حسابات المدارب والنادي الإنجليزية ويجد زياش نفسه في قائمة اللاعبين الذي نسيه غادرنا السانفورد بريدج هذا الصيف حيث تم رحيل عشرة لاعبين حتى الآن وتتواصل المفاوضات والاهتمامات من قبل الاندي المهتم بالتعقد مع زياش الذي يتمتع بموهبة كبيرة وقدرات فنية مميزة وعلى قلط سراي وأولمبيك ليون ومناكو التنافس على ضمه واستغلال مهارته في اللاعب وفي الوقت الحالي تبقى الأمور غير واضحة بشأن وجهة المغرب حكيم زياش في الموسم المقبل حيث يترقب جميع تطورات الموقف وقراره النهائي بخصوص مستقبله الكراوي نجم دفاع الأولمبيا المغربي يهدد مكانة أشرف دهري في المنتخب الأول اقتنع مدرب المنتخب المغربي وليدر جراكي بمنح فرصة لبعض لاعب المنتخب المغربي الأولمبي من أجل تمتيل المنتخب الأول وخصوصا الذي نتألق أخيرا في منافسات بطولة كأس أمم إفريقية تحت الثلاثة والعشرين سنة التي توجه بها المنتخب المغربي في انتظار مراقبة مؤهلاتهم الفنية والبدنية في الفترة ما بين الثاني عشر والسبع عشر من شتنبر المقبل وفي هذا الإطار ذكر موقع العربي الجديد أنه حصل على معلومات من مقارب من مدرب المنتخب المغربي وليدر جراكي أكد من خلالها أن الأخير سيمنح فرصة الانضمام إلى منتخب المغرب لنجم دفاع المنتخب الأولمبي مهدي بوكامير لاعب فريق ساندردوليهجة البلجيكية بدلا من مدافع نادي بريستر فرنسي أشرف داري وبعدما اقتنع أعضاء الجهاز التدريبي لمنتخب أصود الأطلس بالمؤهلات الفنية التي يملكها اللاعب بوكامير صاحب التسعة عشر سنة من المتوقع أن يلتحق بالمنتخب المغربي الأول وهو الذي تألق الموسم الماضي في الدور البلجيكي مثل مواطنه إسماعي القندوس مدافع نادي سانجلواز البلجيكي الذي كان قد حضر في آخر معسكر تدريبي للمنتخب المغربي وستجدد اتقاله مستقبلا بغية دعم الخط الخلف لمنتخب بلاده استعداد لمنافسات بطولة كأس أمم إفريقية القادمة الزلزول يحصل على أفضل تنقيط في قيمة بارشلون أمام أرسنال حصل الدولي والمغربي عبدالصمد الزلزول لعب فريق بارشلون الإسبانية خلال المباراة الوذية التي جمعت فريقه بندره أرسنال الإنجليزية على أفضل تنقيط في الفريق الإسباني وتحصل النجم المغربي على 7.1 نقطة حسب التقييم موقع سوفا سكور المتخصص في الأرقام والإحسائيات وقدم عميد المنتخب الأولمبي مباراة كبيرة ضد المدفعجية وكان سببا في تقدم البلوغرانا عن طريق أسيس سجل من خلاله ليفاندوفسكي الهدف الأولى في المواجهة التي خسرها البارسة بخمسة أهداف مقابلة ثلاثة وقدم الدولي المغربي أورق اعتماده مرة أخرى لتشافي هيرنانديز مدرب بارشلون الإسبانية وخاض ابن بن ملال 45 دقيقة ونال أعلى التقييم عن باقي زملائها مزل عليه الصداع عقوبات جديدة في انتظار الشحات يبدو أن واقعة المصر حسين الشحات نجم الأهل لن تمر مرور الكرام حيث من المتوقع أن تطبق في حق عقوبات جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة بسبب ما بدر من اهتجه الدولي محمد الشيبي في مباراة بيراميدز وقال الإعلامي أحمد شوبير في تصريحات عبر قناة أن لجنة التظلمات قررت النظر في ملف أزمة الشحات خلال الأسبوع المقبل وتبع شوبير أنه بنسبة كبيرة سيتم توقع عقوبة مغيرة عن الإيقاف السابق في حق حسين الشحات من لجنة التظلمات وكانت لجنة المصابقات برابطة الأندية قد قررت تغريم حسين الشحات 20 ألف جنيه مصري وإيقافه مبارتين بسبب صفعه للاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين يوم الأحد الماضي لحساب مؤجل الجولة 28 من الدور المصري الممتاز والتي عرفت فوز فريق بيراميدز على فريق الأهل المصري بثلاث أهداف لسفر اشتركوا في القناة